يبدو بأن موسكو متمسك بما تصفه بالعملية العسكرية الخاصة وهداف هذه العملية هذا ما يفهم من التصريحات التي أدل بها رئيس الروسي فلاديمير بوتين في الآوين الأخيرة خاصة تلك التي تزامنت مع روسيا لعيد حماة الوطن عندما شدد بوتين بأن روسيا تخوض معركة على أراضيها التاريخية بهدف حماية هذه الأراضي وحماية الثقافة واللغة الروسية والسكان المدنيين الذين اختاروا الانضمام إلى روسيا الجانب الروسي يمضي في هذه العملية العسكرية دون كشف الكثير من التفاصيل حول أبرز النتائج التي حققت في غضون سنة كاملة من الأعمال القتالية في إقليم دونباس أو حتى في بعض المدن الأوكرانية لكن دائما عندما يسأل رئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نتائج هذه العملية يؤكد بأن العملية تسير وفق الجدول الذي خصص لها من وزارة الدفاع الروسية وبأن روسيا تسعى من خلال هذه العملية إلى حماية سكان إقليم دونباس مما يصفهم الجانب الروسي بنظام كييف والنازيين الجدود وكذلك نزع سلاح من الجيش الأوكراني ويبدو أن أهم نقطة هي منع ضم أوكرانيا إلى قوام حلف الشمال الأطلسي الشق الدبلوماسي أو إمكانية استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف يبدو بعيد المنال في الوقت الرهن على الرغم مما يقال في أوصات إعلامية بأن الصين تريد أن تقود قاطرة دبلوماسية في الوقت الحالي بعد عرضها لما يوصف بمبادرة أو خطة السلام الصينية التي ينوي الجانب الصيني مناقشتها مع كل من روسيا والجانب الأوكراني بالأمس كانت هناك زيارة مهمة لوزير الخارجية الصيني وانجي واجتمع بنظيره الروسي سيرجي لافروف ثم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقال على الأقل في وسط وسائل إعلام روسية بأن الوزير الصيني حمل رسالة سلام أو ما يعرف بخطة سلام للجانب الروسي ومن ثم عرضها على الجانب الأوكراني لكن على الأقل ما نشرته وزارة الخارجية الروسية بعد زيارة وزير الخارجية الصيني إلى موسكو مفاده بأن الجانب الروسي منفتح على المفاوضات لكن وفق الشروط والرؤية الروسية وفق أيضا التطورات الميدانية والجيوسياسية التي تحققت طيلة عام كامل من الأعمال القتالية في إقليم دانباس